الدولة شغالة في الوقت الحالي على مشروعات الرقمنة مشروعات رقمنة عملاقة هدفها ومواكبة التطور العالمي اللي بيحصل في العالم كله عشان كده النهاردة عاوزين نشرح بشكل مبسط وسهل يعني ايه رقمنة وإيه هو التحول الرقمي وزي المواطن كمان هيستفيد منه كلام كتير هنعرفه دلوقتي من ضفنا اللي منورنا فيه الأستوديو المهندس أحمد طارق خبير تكنولوجيا المعلمات صباح الخير عليك بشهونز صباح النور على حضراتكم صباح النور على المشاهدين الكرام يا أهلا بيك في البداية عزين نوضح يعني ايه رقمنة رقمنة هي التحولات العادية لتحولات رقمية إلكترونية بمعنى احنا المعاملات الورقية الأديمة اللي كانت بتحصل بيتم معالجاتها ويتم حفظها بشكل إلكتروني بحت يعني كل حاجة هتكون رقمية من الإله من التحولات الورقية للتحولات الرقمية بشكل عام ده عظيم ده في كل القطاعات في كل القطاعات وأغلبها بتكون على التعليم بتكون على النيابات العامة المؤسسات بتكون كمان على البنوك بتكون على جميع القطاعات الخاصة والقطاعات الحكومية طيب يمكن أنت بتذكر هوم مجالات الرقمان هنا يعني تستفيد من استخدام الرقمان هل في مجالات لا تقبل الرقمان؟ لا بالعكس احنا دلوقتي يعني في 2022 بالذات تحول رقمي في كل حاجة يعني كل المجالات اللي حوالينا لازم ومضطرة تتحول تكنولوجيا بسبب أن احنا يعني في المستقبل القريب وخصوصا في رؤية مصر 2030 أن الرقمانة لازم تكون على كل حاجة زي ما سياتر ريس عبد الفتاح السيسي قال أن احنا لازم نتحاول رقميا بسرعة عشان خاطر نحارب الفساد فعلا هي بتحارب الفساد بشكل كبير جدا عشان كده احنا لازم نتحاول رقميا وغير كمان حضرتك الفلوس وغير حضرتك الفلوس أصلا في معاملات كانت بتتأخر مش عشان الرشاوي كانت بتتأخر أن أوراك بيكون جهزة بتنزلي تقف في طبور تقف في تنزلي في الزحمة تمشي فالمواضيع دي كلها بتتحل تقضي على البيروقراتية بالزبط كده ايه بتتحل عن طريق الرقمانة والتحاول الرقمي بشكل عام يعني احنا مع الوقت خلاص هنلغي التعاملات الوراقية تماما طبعا طب ده بيتطلب على الجانب الآخر تدريب الموظفين اللي يشتغلوا في كل القطاعات على الرقمانة طبعا هي الدولة حقيقية بتوفر ده وبتعمل تدريبات خاصة قبل أي تحول رقمي للموظفين وبتهيئهم بشكل كبير جدا ان هم يستخدموا التحويلات الرقمية والتحول الرقمي من معاملات العادية لمعاملات رقمية كاملة والإنسان طبعا ديه دور كبير جدا في التحويل الرقمي لأنه هو اللي بيساعد على ده وفي نفس الوقت المواطن بيعود عليه بشكل كبير يعني بشكل ملحوظ قوي في التحويلات الرقمية إيه اللي هيعود على المواطن بالظبط؟ اللي هيعود على المواطن أنه هو أول حاجة هيستفاد من سرعة الوقت لو ترجعوا بالزمن الوراء احنا كنا زمان بنخصص أسبوع واحد مثلا نطلع فيه بطاقة نطلع فيه حاجة معينة طلع فيه باسبور لا أسبوع شوية أسبوع شوية أسبوع شوية زمان فعلا بناخد أجازات كمان عشان نروح نخلص ورقة ونروح النهاردة وبكرة هروح أقدم ورقة تانية وهجيب ورقة مش عارف منين أروح أودها فين ويوم تاني عشان روح أستلي وزحمة وأصلا أنا عندي كابوس إن أنا أصحى بدري وكابوس يوم الأحد ده ليوم الحد إن أنا أصحى يوم الحد وأنزل والكلام ده دلوقتي كل ده تقدر تعمله في ساعة واحدة وتقدر تخاطب كمان شركات تانية وتجيلك لحد البيت يعني بطاعتك ممكن تجيلك لحد البيت دلوقتي خلاص أنت وفعت عليك زحمة وموجودين كمان في المولات بالليل شغالين فترة ما أسهل في الأجهزة الإلكترونية وطبعا الموضوع بقى أسهل كتير وغير كده كمان هيوفر وقت بدل ما يخصص الأسبوع والوقت الحريك قلت عليه لا هو كده كده هيقدر يعامل المواضيع دي كلها في ساعة واحدة في شاشة موبايله أو شاشة كمبيوتر بتاعه وتجيله لحد عنده في البيت غير كده كمان في شغله الخاص في عمله الخاص لو تحول رقميا في ناس كتير قوي عندها مخاوف من التحولات الرقمية يقولك دلوقتي في 2030 أو المستقبل القريب أن احنا كلنا هنوض في بيوتنا والرقمانة والروبوتات والكلام ده طبعا ما فيش حاجة يعني هتغطي على اللي صنعها الإنسان اللي صنع الحاجات دي كلها الحاجات دي كلها إحنا اللي بنتحكم فيها إحنا اللي بنتحكم فيها فطبعا وجود الموظف أو وجود المواطن ليه دور كبير جدا في الشغل الإلكتروني أو التحولات الرقمية فطبعا هيود عليه بحاجات كتير طيب مدى ينقصنا باش منصح نحن قد للتحول للرقم هو كده كده إحنا ماشيين طبعا بشكل سليم جدا في مصر وخصوصا أن احنا يعني أول مدينة رقمية كانت بورسعيد وبعد كده دخلنا في العاصمة الإدارية بنية تحتية كويسة جدا طبعا إحنا كل اللي نقصنا هو وقت بس مجرد وقت بس بحيث أن احنا نحول النيابات العامة مؤسسات الحكومية القطاعات الخاصة القطاعات الحكومية أنها تتحول رقميا هو مجرد وقت بس وفي نفس الوقت البنية التحتية تكون مؤمنة بشكل جيد لأنها دي من العوائق طبعا إحنا بنسمع عن كده كتير في البلاد كبيرة بيحصل اختراقات في أجهزة مهمة جدا وحساسة في الدولة بخصوص أمن المعلومات وبخصوص الموضوع ده لازم يكون متوفر بشكل كبير جدا لأنه لو مش متوفر يعني مش هيكون بنا حاجات من الموضوع ده طيب عظيم جدا انت كلمت في نقطة برضو غاية في الأهمية زي ما قلنا تدريب الموظفين صحيح لأن احنا في حاجات تانية احنا كمواطنين وإحنا قدين في بيوتنا لازم احنا كمان نكون بنعرف نعملها هل الاستخدامات سهلة عشان برضو مش كل الناس بتفهم قوي في التكنولوجيا أنا عشان أدخل مثلا واجدد البطاقة بتاعتي من خلال الموقع مثلا وبرضو أقدم على طلب استلامها عن طريق البريد أو أي شركة من شركات التوصيل هل الإجراءات اللي بنتبعها على الموقع سهلة وبسيطة أي حد ممكن يعملها الحقيقة دلوقتي المواقع المنتشرة أو المواقع اللي هي اللي حبيك بتخطبها أو بتتكلم فيها من ناحية البطاقة أو من ناحية أي حاجة أنت عايزها الموضوع بقى سهل جدا مجرد أنك بتسيب بيانتك على الموقع الأصلي التابع للجهة لوزارة الداخلية مثلا بالضبط التابع لوزارة الداخلية الموقع ده يكون أصلي طبعا تبهم المواقع اللي هي الفيك المنتشرة أو المواقع الوهمية لأن الحاجات دي برضو بتنتهك البيانات بتاعتك طبعا فكرة بقى أنك تسيب بيانتك على الموقع الأصلي وفي نفس الوقت تبع الخطوات سهلة جدا حتى أغلب المواقع المنتشرة دلوقتي بتوريك إزاي تعمل ده بسرعة في حوالي 30 ثانية كده في البداية بتعلمك إزاي تطلع موضوع البطاقة ده على طول. وطبعا إحنا كدرنا يعني في السوشيال ميديا بنعمل فيديوهات بتسهل على الناس إن هي إزاي تستخدم الموضوع ده. وأنا حقيقي واحد من الناس عملت فيديوهات زي دين. إن هي إزاي تدخل تطلع بطاقة من بيتها على طول وتجيلك لحد عندك. نفس الوقت يعني بنضرب الناس على الموضوع ده واحدة واحدة. لأنه كده كده إحنا في زمن تكنولوجي بحت زمان كنا ممكن نقول سؤال حضرتك ده في وقته. لكن دلوقتي كل الناس عارف يعني إيه سوشيال ميديا يعني إيه إنترنت يعني إيه تكنولوجيا يعني إيه تحول رقمي. وأنا بحكم زيارتي لبعض الدول رحت دول معاملات الورقية فيها زيرو. زيرو معاملات ورقية وصلت ليها. طبعا بقترح اقتراح يعني بجد هيعمل حاجات كتير جدا في مصر. إنه هو يكون لنا إحنا في مصر عملة رقمية مركزية. عملة رقمية مركزية. إنه هو جنيه إلكتروني. ليه؟ لأنه أول حاجة إحنا عندنا هوس إن إحنا ندفع بالبطاقة الاقتمانية. إزاي ندفع وإحنا مش قلقانين مش عارف إيه. لما يكون عندنا جنيه إلكتروني أو عملة إلكترونية مركزية تابعة أو عملة رقمية مركزية تابعة لجهة مختصة في البلد. العملة دي هتسهل علينا حاجات كتير جدا. وفي نفس الوقت هنقدر نتدولها زي بعض الدول التانية مع بعض. وفي نفس الوقت هنقدر ندفع بيها. نهتم بيها. والناس دلوقتي بعض الشركات بدون ذكر أسماء عملت الموضوع ده بشكل خاص بقت تدفع بيها وتستخدمها فالناس عندها وعي لده. فده طبعا هيزيب من تطور مصره وهيعز من مكانتها الدولية. وفي نفس الوقت هيلم الشمول المالي أكتر من الموضوع ده. طيب موضوع الفولوشز اللي حصل على فيسبوك وإنه الناس فدقة لقيت نفسها أي حد فوق عشر تلاف فولوشز نزل لتسعة تلاف. إيه اللي حصل؟ طب قول لتحت كان طلع. كان عدو ألف ألفين كده. يعني متكلف بقى على عدو 14 ألف و15 ألف. الحقيقة أنا واحد من الناس مش هقول خسرت بس أنا نقصت حوالي 200 ألف متابع على حساب الشخصي بس. طبعا هوضح للمشاهدين الموضوع ده. هو ما تمش أي رد راسمي من فيسبوك. هو بس كانوا بيكلموا على إنه فيسبوك تقريبا بيشير الحسابات المزيفة. هي الفكرة مش في الحسابات المزيفة بس خالص. الموضوع كله الناس فكرية على البيجات أو الصفحات الخاصة. لا الصفحات موجود زي ما هي سبتة. اللي نقص بخصوص الفيسبوك بس. إنه أكتر الناس نقصت منهم متابعين ودوصلت تسعة تلاف فولورز. الحقيقة إن مارك مؤسس الفيسبوك بيحب دايما البروبجاندا. بيحب دايما إن الناس تتكلم كلها شوية. طبعا كل ما يغير صورة على الفيسبوك. هو آخر مرة غير صورته. بعد ما غير صورته حصل الموضوع ده. كل ما غير صورة بيحب إنه يحصل بروبيجاندا موجودة. بحكم إن أنا متابع جدا شركة بشكل عام. هو آخر صورة حاطتها صورة الميتا فيرس ومركب النظارة. الفي آر بتاعته. وزي ما شفناها كده. بعد الصورة دي حاب يعمل الموضوع ده كنوع من أنواع البروبجاندا. وثاني حاجة بيغرب جميع الحسابات الوهمية اللي موجودة. وبتزود عن طريق السيرفرات. لأنه دلوقتي طلعوا قرار في شركة ميتا نفسها إنه أي سيرفر بيتم تزويد المتابعين ليه. يعني دلوقتي احنا بنصحى من النوم. نلاقي واحد عنده اثنين مليون تلاتة مليون متابع متزود له عن طريق سيرفر. وبيتكلم في نقطة مهمة جدا في الدولة. وبيتكلم في حاجات مهمة جدا. فده بيدي مصداقية فالناس بتصدقوا فبتروح وراء الحاجات الوهمية اللي منتشرة والشائعات والكلام ده. وده اللي بيعمل الشائعات. فالفيسبوك بيحارب النقطة دي بيغرب الموضوع ده. الحقيقة ما نقص المتابعين. هي الناس فاكرة إن المتابعين نقصد. لا بالعكس أنا بخش عندي بلاقي عندي ميتين وشوية ألف اللي هو في حسابي الشخصي. لكن شكله من بره نزل بحيس إنه هو يبقى فيه بروبيجاند على موضوع الصورة. دي حاجة تقنية. هو قصد يعمل ده. اه طبعا. لأنه كده 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 أصلا بيبقى فيه مشكلة تقنية جول في إيسبوك. وفي نفس الوقت دي دعاية لا مباشرة. لا هي مش حكاية بالسلب. هي دعاية لا مباشرة لحاجة هو عايز يوصل لها زي كل مرة بيغير صورة معينة. آخر مرة هو حط صور البيكسل التي بتاعها قليل جدا من ناحية موضوع الميتا فيرس. وطبعا الميتا فيرس ده عايز له حلقات مش تعبان أول درجة ان هو ينزل صورة زي دي. لا بالعكس. مش ضعف إمكانيات. مش ضعف إمكانيات. لا هو نزل الصورة دي. خلى العالم كله حرفيا. يتكلم عن الموضوع ده. بعد كده نزل الصورة الثانية اللي مجهزها أصلا. فدي حاجة يعني بتعملها الشركات الكبيرة. بحيث ان هو دايما بيبقى عليه بروبيجاند سلبية. وطبعا الفيسبوك أكتر منصة شهيرة بتاخد مننا كمية أزونات. لدرجة ان احنا بقينا تجارة في قدين الشركات السوشال ميديا من ناحية الدعاية والإعلان. فمن ناحية موضوع الفيلورز لو هنرجع عليه. هي منق سيتش. هي قريدي بس بيحصل غربالة وتحديث في منصة الفيسبوك تحديدا. وده برضو ممكن يحصل في الإنستجرام بعد فترة. بسبب انه منعوا برضو حاجة مهمة جدا. فيه ناس كانوا بتزود متابعين عن طريق السلفرات من دول تانية. او متابعين أكاونتات فيك. فدي اتمنعت هو اه هيتزود لو انت طلبت التزويد. يعني ايه اكاونت فيك او اكاونت واحد يعني. مش المفروض ان ده عشان يتعامل لازم يكون فيه ايميل واسم وما تتشبهش الاميلات مع بعض. الفكرة كلها من الاكاونت الفيك. انه بيكون معمول مثلا بكمية كبيرة عن طريق شخص واحد. يعني انا اكون اعاد عن طريق سكريبت معين. اعمله باميلات وهمية مش موجودة. بس قامل عدد بها. عشان احطها في السكريبت بتاع التزويد. او احطها في السيرفر بتاع punch. بشكل عام. او استخدام خاطر. دي من ناحية الاكاونتات الفيك. الاكاونتات الفعالة اللي هو الشخص المفروض المتاح لكل شخص اكاونت واحد بس. ده المتاح بحيث. بالáimeel بتاع برقم الموبايل بتاعه والطريقة الصحيحة اللي ماموض بها لكن الاكاونتات الفيك بتكون موجودة كترة جدا بحيث انه بيجيبوا الرقم بتاع التزويد من الاكاونتات الفيك دي. فإحنا لو هنرجع لموضوع الانستجرام مثلا أو كده. طلعوا برضو نقطة أو حاجة كويسة جدا. وشايفها حلوة بصراحة أنه هيقلل من موضوع التزويد اللي بيحصل. فده هيحارب الشائعات اللي بتنتشر. لأنه زي ما قلت لحضراتك. إحنا في زمن الرقمانة. الأرقام. زمن الأرقام ده كل ما بيحصل. يعني أكاونت عليه مثلا اثنين تلاتة مليون متين ألف تلتمية ألف. بنلاقي فيه مصداقية. آه أنا ده إيه ده ده عنده تلتمية ألف. طب لأ صاحب. بيتكلم صح. طب ما الناس كلها دلوقتي عندها هابس الماديا في الموضوع ده. فطبعا ما تمشوش وراء الأرقام. الأرقام كلها وهمية. حاجات مدفوعة. حتى مشاهدات الفيديوهات اللي بتكون موجودة. كلها مجرد أرقام. مش فلوس؟ لا أرقام. يعني حتى دي ما تتحولش الفلوس؟ لا هي أصلا ما بتتحولش الفلوس. بشكل عام حتى لو بالطريقة الصحيحة. لا حتى لو مشاهدات مش وهمية أكيد بتتحول الفلوس مع الوقت. هي مشاهدات نفسها مالهاش دعوة بتحويل الفلوس. كترة المشاهدات لما بيجي عليها الإعلانات بتنتج لك فلوس. طب والإعلانات ما بتجيش على الأكاونتات الوهمية؟ لا الإعلانات لو الأكاونتات الوهمية دي طبعا مش محقق شروط أي حاجة. فمش هتيجي عليها إعلانات لو هي على منصة اليوتيوب أو على أي منصة تانية. فبالتالي بيكونوا أكاونتات وهمية أو ميتة بمعنى الكلمة. يعني ما فيش حد فيها شخص واحد هو اللي عملها أو مجموعة أشخاص عملوها عن طريق برامج بتكرروا الموضوع ده. فالكلام كله في حتة المتابعين اللي بيتم تزودهم عن طريق السيرفرات الوهمية. طبعا إحنا شفنا الأيام الأخيرة ناس كتيرة جدا بتطلع شائعات في البلد غلط والبلد بتطلع تصححها. ودول كتير برضو وقعت في الموضوع ده بسبب. كنت رسا أقول لكم ده بالموضوع ده جاي من مارك وشركة فيسبوك يبقى الموضوع ده مش في مصر بس. لا 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 كل الدول ده في دول كتيرة جدا. وهو شخصين تقريبا الأكاونت بتاعه برضو حصل معنا في الموضوع. هو الأكاونت بتاعه نزل لتسعة تلف تسعمية سبعة وتسعين حقيقي يعني نزل لتسعة تلف. بس ما نزلش هم موجودين لو دخلتوا دوستوا على الفلورز بتاعتها تلاقوا مية وتسعين مليون. هم عمين حاجة تقنية تخلي رقم الفلورز بيغربلهم الموضوع شوية دي أول حاجة تاني حاجة دعاية لا مباشرة. دي حاجة مني أنا استنتاجا لكل مرة بتحصل مشكلة عنده أو كل مرة بيحصل بيستخدمها بشكل. يعني دي بصراحة أنا بحب أنواع الدعاية اللي هي لا مباشرة دي بيتخلي كل العالم يتكلموا عليه. وفي نفس الوقت إن هم بيحدوا من موضوع اللي هي الأكاونتات الوهمية اللي احنا كلمنا عليها. طيب فين بقى السياسة؟ فين القيود اللي بيفرضها الفيسبوك؟ يعني إحنا ليه بنركز في النقطة دي بس مسألة الأكاونتات الوهمية. وده طبعا حاجة مهمة جدا يتم غربلتها ويقفل كل هذه الحسابات. لكن فين السياسة؟ فين القيود اللي بيتابعها الفيسبوك؟ هو أصلا كيود الفيسبوك وسياسة الفيسبوك معدومة تماما بالنسبة لنا. إحنا تجاره في إيديهم. يعني إحنا دلوقتي لو طلعت في موبايلك دخلت على الفيسبوك. هتلاقي واخد إذن لكل حاجة عندك. يعني الكاميرا 24 ساعة. المايك 24 ساعة. كل حاجة حواليك لدرجة إنك لما تقول منتج معين. هتلاقي طلع لك إعلانات. هتلاقي طلع لك بسبب الإذنية. بالضبط. الناس بتقولك ده اختراق ده مش عارف إيه. هي مش اختراق. هو قريدي أصلا بموافقتك أنت. بياخد إذن منك إن ياخد أسماء. بس في أبليكيشنز باشونز بتقفل الحاجات دي. طبعا. في أبليكيشنز تكلمنا عليها هنا برضو في فقرة صباح الخير يا مصر. تكلمنا عنها إنها بتقفل الموضوع ده. بس طبعا هي حاجة مهمة جدا. أي حد أي حد بيكون في جهة مختصة. أو جهة يعني حساسة شوية. في الدولة أو غير كده. لازم يقفل الأذنات دي بشكل يومي. بسبب أن أنت قريدي 24 ساعة معهم. فخاف على معلوماتك. وأنا مش فاتح الكاميرا؟ وأنت مش فاتح الكاميرا. هم قريدي يقدروا في أي وقت يحللوا البيانات عن طريق خاصيات الزكاء الاصطناعي. واللغراتمات المنصة نفسها. بتحليل البيانات الموجودة لدرجة. إزاي هم بياخدوا الكلمة التجارية بتاعتك. مثلا غسالة. مكيف مثلا. بتبحث عليه أو بتتكلم معه مع صديق ليك. بتلاقي هو تم تحليل الكلام بتاعك وخده الموضوع ده. وجاء لك الإعلانات بالاستهداف الصحيح. فبالتالي إحنا مجرد سلعة في إيديهم يعني. طب باشمونس التغيير اللي حصل في موضوع الفولورز ده. متخيل أن هو ليه علاقة بتحديث ما يحصل على الفيسبوك؟ هو قريدي فيه تحديث أصلا حاصل على شركة ميتا كاملة من ناحية الواتساب برضو تحديث جديد من ناحية الواتساب بريميوم. خاصية الواتساب بريميوم موجودة في حسابات الأعمال للشركات برضو. ده مجرد تحديث أنا قلته مش منتشر على الإنترنت. وتحديث الفيسبوك هيجي مختص فقط على المتابعين من ناحية المتابعين الفيك. وبعده هيحصل كده وممكن أكتر في الانستجرام برضو بسبب تحديثات كاملة. عن موضوع الفلورز الفيك اللي بيتم تزود عن طريق ناس غير قانونيين طبعا في الموضوع ده. طيب نشكر حضرتك شكرا جزيلا بشوانس أحمد طارق خبير تكنولوجيا للمعلومات. شكرا جزيلا على وجودك مع علامات. شكرا لكم.